انا متواصر يعني وصوني قبل ما نتكلم على حكامنا في كاس النوم الأفريقية وقبل ما سألك على احنا محتاجين نشوف الحكام عمليني ازاي في الدولة المصر وراجع بكرة سألك الاسئلال دي بتاعت التحكيمة قوي سألك في القانون نفسه اللي عمالي يتلعب فيه دوت ايه موضوع الكرت الازرق ويا ناسا كروت لا هي بص واقتراح موجود على طاولة اللجنة الشرعيات الدولية ان شاء الله في مارس الاجتماع كل دي اقتراحات وكل ده كلام على فكرة لسه ما فيش حاجة رسمية فالاقتراح ده هو وارد جدا يتاخد به اللي تقالف فيه يعني ووارد جدا ما يتبصلوش او يترفض هو اللي انا قريته انه الاتجاه انهم ما ياخدوا به بس يعملوا له مراحل تجربية في البطولات الصغيرة ما يبدأوش به بسرعة في البطولات الكبيرة عشان يجربوا يشوفوا الموضوع ماشي ولا لا هو ده بيحصل حاليا ديوقتي موجود مع التسلل اللي هو جزء من الجسم لو متغطي حاليا في دوريات الناشئين في البلاد الكبيرة انجلترا فرنسا اسبانيا موجود ده دلوقتي حاليا بيتجرب ممتاز فبعد التجربة هشوفها هتنجح ولا بش هتنجح ومعزيز او ده عادل اهداف ايه بقى موضوع الكارت الازرق ده؟ الكارت الازرق هو كارت مقترح ان هو الحصل الفترة اللي فاتت دايما دايما اي تغيير بفي رد فعل الحصل على الارض الحصل الفترة اللي فاتت ان في التحكيم لقوا الاعتراض كتير جدا من اللعيب على الحكم بذلك اللي بتلاقي في ناس كتير يعني يلعبوا اثنين وثلاثة واربع يجيوا واعترضوا الحكم بشكل مهين لشخصة الحكم واسم الحكم وكده فبيحاولوا يعملوا ده ان هم يجيبوا وسيلة اعمل استبعاد مؤقت من اقترح في الاقترح عشر بقاية وبعد كده بيرجع تاني اللعب الملعب والاساس من نسباله هو الموضوع الاعتراض على الحكم ممتاز فهو ده من ضمن الاقترحات اللي موجودة ولسه بقى فهلها محددات عايزين يعملوها هل لو اخد كارتين بفرد ولا الكلام ده كله يقول لها كلها ولا كارتين يساووا انزار مثلا كارت السهر الاضطرحات دي كلها على ارض الواقع لسه هنشوفها في شهر مارس في شهر مارس لما يطلع الاجتماع والقارات تطلع نتكلم بقى ده موجودة انت بقى انت رأيك انت نحن نتكلم بلوقتي مع حكم دولي كبير حكم حكم في بطولات عالمية وافريقية ومحلية فانت ليك رأي في هذا الانضر رأيك ايه ده مفيد ولا مضر للكورة بص في فرد ده موقع الحكام اللي هم معظمهم كانوا موجودين في كاس عالم قبل كده او محاضرين حاليا او فالكلام ده بينطرح كاراء رأيكو ايه فمعظم الناس يقول اه لو فيه حاجة اضافة لشخصية الحكم وحاجة تحفظ هيبة الحكم في الملعب فكلهم وافقين فاذا كان فيه اي اضافة تضحط ان احنا نساعد الحكم في الملعب ايه اللي تعتراض عليه يقدر يحصل نفسه وما فيش حد يقرب منه والمنظر اللي حينا بيحصل في بعض المغاريات اللي بتبقى الاعتراض الفج بذات لو فيه تقنية VR موجودة والحكم اخطأ وما شايف شارك للجزاء فتلاقي اللعبة بتروح له بشكل مهين للتحكيم والحكم نفسه فكل الناس بتتكلم انه لو ده حصل حاجة لصالح التحكيم والصالح شخصية الحكم كلنا معا حيلا انا بس اهمش معك واحدة واحدة اصلا الموضوع ده عمال افكر فيه يعني مش سايبه يعني فاضح دلوقتي لو اعتبرنا انه اللعب اعتراض على الحكم وخلينا نتكلم انه احنا فهمين وانت فاهم طبعا كحكم كبير انه الحماس اللي في الملعب بيخلي اللعبة بتعمل ردود افعال احيانا مش منطقية يعني انه متعصب ومضغوط ومتنرفز فالحكم صفر فاول حاجة هيعملها روح معطرد بشكل حتى لو لعب مهزب بشكل يعني بشكل ما فيهوش ترتيب يعني فانت اكيد كحكم في الملعب هتقدر والله الاعتراض دوت كان اعتراض موسيقى اعتراض مبالغ فيه ولا الاعتراض اللي هو بتاع عصبية الملعب السريعة ديت وتخلص مش انت هتعمل كده اكيد صح كده انا هكمل لك هيبقى واحد انا راجل مشجع سين من الفرق والتاني مشجع عصاد من الفرق تمام يقولك ايه الحق كابتن جهاد اللي باعتراضش عليه ومطلع علوش كارتاز ده بيحب النادي الفلاني رغم ان هيبقى هتبقى تقديرية جدا صح ولا انا والطار فهتدخلنا في اخناء تاني واحنا مش ناصر هو طول الوقت اللي التحكيم في اخناء بس دي كتير بس دي تحديدة انت مش تطلعه على الفضي وعالمليان صح صحيح لا مش هيبقى اي اعتراض ده يبقى للمقابل الكارت اللي مش موجود في اي اعتراض فهيبقى له محبب صحيح وفي الاخر لو ده حصل وحصل التعديل ده وده تم اقراره وهيبقى فيه محددات ومحددات تبقى معلانة للناس كلها هو طبعا لو تم اقراره في ثلاثة هيبقى التنفيذ واحد سبعة فهيبقى له محددات موجودة الكارت بيطلع في واحد اثنين تلات اربعة خمسة ده الحكام بيدرس ليهم واللي عامة المجمهور كله بيعرفه وبالتالي لما بيطلع ده الناس كلها تبقى عارفة ايه السبب اللي بيطلع عليه الكارت ده فده مش عادلين سببها الاحداث احنا في شهر مارس جاي والاجتماع جاي ده انت يعني بتعاني كمحل التحكيم انك تشرح حالة حالة ليه تطلع انذار وليه تطلع طرد وبالك اتبقى المعاناة للحكم في الملعب طبعا اولا وللمحل اللي بيحلل تحليل كلامه دوت او تحليل قراراته لما يفضل لازل اده يطلع او ما يطلعش هي مش معاناة هي متعة على فكرة احنا منحل التحكيم بنستمتع بالتحكيم ازا كنت في الملعب بتصفر بتستمتع بالتحكيم فلا دايما الحكم اللي بيستمتع بالتحكيم ده لا لا متعة عمرها ما كانت معاناة متعة